فسليمان النبي بحاجة إلى تفهيم ففهمناها عملية تفهيم وسليمان النبي هو الذي وصيه أصف أصف ابن برخية الذي جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين إلى الشام في سورة النمل في الآية الأربعين بعد البسملة من السورة قال الذي عنده علم من الكتاب وبحسب تأويلهم لقرآنهم فإن أصف كان عنده حرف واحد من حروف علم الكتاب من حروف علم الإسم الأعظم كان عنده حرف واحد وبهذا العلم جاء بالعرش من اليمن إلى بلاد الشام إلى حيث كان سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قبل أن يرتد إليك طرفك في الآن نفسه في اللحظة نفسها فجاء به حكاية آصف وحكاية عرش بلقيس لا أريد أن أقف عندها طويلاً إنما جئت بحكاية آصف كي نعرف عظمة العلوم التي عند الأنبياء فآصف دون سليمان والذي عند آصف حرف واحد وسليمان بحاجة إلى تفهيم عقيلة بن هاشم مثل ما قال لها السجاد وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة من هنا من هنا فإنني أفهم ما نقل عنها لا أريد أن أفرض هذا الفهم عليكم إنما أنقله لكم إنني أقرأ عليكم من الجزء الخامس والأربعين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة داري إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة مية وثمانية المجلس ينقل عن ابن طاوس عن السيد ابن طاوس في كتابه اللهوف سأذهب إلى موطن الحاجة الوقت يجري سريعا والمطالب متشعبة لما دخلت قافلة السبايا إلى الكوفة وخرج الكوفيون وازدحموا حولها الأسرى على النياق والبعض منهم قد ربطوا بالحبال خصوصا الأطفال الصغار الذين لا يحسنون الركوب على النياق العقيلة العقيلة صلوات الله عليها في وسط الكوفيين في وسط الكوفة هكذا جاء في الخبر وقد أومأت إلى الناس الكوفيون ازدحموا فيهم الشامت فيهم العدو لكن أكثر الناس كانت تبكي كان البكاء في كل مكان فجعل أهل الكوفة ينوحون ويبكون فقال علي بن الحسين أتنوحون وتبكون من أجلنا فمن قتلنا فمن قتلنا العقيلة كما يروي بشير ابن خزي من الأسد يقول وقد أومأت إلى الناس أشارت إليهم أومأت إلى الناس أشارت إليهم بيدها وقد أومأت إلى الناس أنسكتوا إنها تريد أن تتكلم هكذا يصف الصورة بشير ابن خزيم الأسد وقد أومأت إلى الناس أنسكتوا فما الذي حدث فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس فارتدت الأنفاس يعني أن الذين كانوا ينوحون ويبكون صمت انقطعت أصواتهم وسكنت الأجراس الأجراس تكون جمعا في لغة العربي لكلمة جرس وتكون جمعا لكلمة جرس وفارق بين المعنيين وإن كنت أرجح أن الجمع لجرس وليس لجرس سأبين لكم مقصتي الأجراس إذا كانت جمعا لجرس فإن الجرس هو الصوت صوتي جرس فإذا كان المراد من الأجراس جمعا لجرس يعني الأصوات يعني أصوات البشر وأصوات الحيوانات الجرس هو الصوت قد يكون من البشر قد يكون من الحيوانات وقد يكون من أي شيء أصوات نحن هنا نتحدث عن البشر وإذا كانت الأجراس جمعا لجرس الجرس هو الجلجل الذي يوضع في أعناق الحيوانات خصوصا في أعناق الإبل فالعرب كانوا يضعون الجلاجل وهي الأجراس لذا يقال فضيحة بجلاجل الفضيحة بجلاجل كدخول القوافل والجلاجل الأجراس في أعناق النياق والأباعر معلقة وهي أجراس كبيرة خوفا من ضرر يصيب الناس بسبب الأباعر فهي حيوانات كبيرة وليس من السهولة أن يسيطر عليها لذا توضع الأجراس الكبيرة في أعناق الإبل والنياق فعينما تتحرك تصدر صوتا للتحذير مثل صوت البوق في السيارات مثلا أو في القطارات أو في البواخر والسفون صوت البوق الذي ينبه أن سيارة هنا أن قطارا سيمر من هنا وهكذا فكانت توضع الجلاجل وهي الأجراس الجلاجل مفردها الجلجل الذي أعتقده بحسب فهمي للصورة العامة للحدث فالعقيلة على الناقة الأسرى على النياق ما أنزلوهم إلى الأرض على النياق وحتى لو أنزلوهم إلى الأرض فإن النياق بقيت موجودة في المشهد والجلاجل في أعناقها لا بد أن يعلق الجلاجل في أعناقها عندهم أسرى وجلاجل الإبل تتحرك بسهولة لو مر الهواء عليها يحركها فما بالكم والأجواء مضطربة فإن الأصوات ستكون كثيرة العقيلة حينما أومأت بيدها الناس سكتوا هل الناس مطيعون للعقيلة إلى هذا الحاد جلاجل الحيوانات كيف سكنت كيف هدأت هذه الأجراس هناك حيوانات وعندها أجراس كيف سكنت هذه ولاية هذه الإيماءة فرع من ولايتها وولايتها فرع من علمها فهذا العلم الذي يتحدث عنه السجاد هو علم من آثاره ولاية على الأشياء إذا كان آصف عنده حرف واحد وعلمه دون علم سليمان فهو وصي سليمان وسليمان بعاجة إلى تفهيم في مسألة شرعية ترتبط بأن أغناما هجمت على حقل لبعضهم في الليل فعاثت فيه فسادا نفشت يعني أنها رعت ليلا دخلت إلى الحقول ليلا فكان سليمان النبي بعاجة إلى تفهيم ففهمناها سليمان والعقيلة بشهادة إمام زمانها من أنها عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة فعلمها علم ولاية من آثاره الولاية على الأشياء وقد أومأت إلى الناس أنسكتوا فارتدت الأنفاص هل يعقلوا أن الناس بأجمعهم أطاعوها وهم وهم في حالة بكاء حتى الذي يريد إطاعتها إذا كان قد سيطر عليه البكاء الشديد لا يكون لا يكون بهذه الحالة أن يرتد نفسه فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس حتى الأجراس التي في أعناق الحيوانات هدأت لماذا؟ لأن المسؤولة الأولى في الإعلام الحسيني تريد أن تصدر بيانها هذا هو سبب وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس أنا أقول هذه الأجراس أجراس الحيوانات الأنفاس تشير إلى الناس أما الأجراس فإنها تشير إلى الحيوانات ربما تتفقون معي وربما تختلفون معي لا أدري هذا أمر راجع إليكم لكنني حين أدقق النظر في هذا المشهد أين جلاجل النياق والإبل وهي تتحرك بسهولة لو مر عليها الهواء الخفيف فإن الجلاجل ستصدر أصواتها فما بالكم والمشهد مشهد رهيب هذه الرؤوس رؤوس القتلى في الطفوف وهذا علي بن الحسين وهذه عائلة أمير المؤمنين التي كانت في أيام مضت هنا في الكوفة ها هم سبايا جيئ بهم من أرض الطفوف بعد أن قتل الحسين المشهد مشهد عجيب حتى لو كانت الحيوانات هادئة صراخ الناس عويل الناس بكاء الناس سيجعل الحيوانات مضطربة وحينئذ ستتحرك الأجراس والجلاجل ولذا فإن المتحدث هنا يتحدث عن أجراس الحيوانات فإذا كان الناس أطاعوها برغبتهم الحيوانات لماذا سكنت أجراسها هل هي الأخرى كالبشر لابد من ولاية هنا لابد من تصرف خاص هنا وقد أومأت إلى الناس أنسكتوا فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس إنها العالمة غير المعلمة والفهمة غير المفهمة عقيلة بني هاشم صلوات الله وسلامه عليها وقت الحلقة صار طويلا ولا زهل الحديث طويلا أيضا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى سألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر